السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين المشتركات الجديد نحب الرحب بكم في قناتكم عالم منو مرحب بكم نورتوني وبالنسبة حبيبات قلبي الأقدم نقول لكم راهي دار داركم وانتو مراكم في القلب جيتكم اليوم الفيديو جديد الموضوع متاعه هو السلة المنقذة سلة الصباح سلة السعادة كما انت تحب تسميها سميها انا سميتها سلة المنقذة يعني الحق من تعرفي انا سميتها هكيكا هي عبارة على صندوق كردونة قفة يعني شنو انت تحب معنى متوفر عندك في الدار اتنجم تستعمله شنو فيها وشنو الفايدة منها هو اللي باش نعرفوه خلال الفيديو متاعنا اليوم الفايدة متاحها شنو هيا ساعة انك تخليك تنجز المهام متاعك والا روتينك الصباحي تخطط اليومك يعني تنعمل حاجاتك تبدأ حاجة هكي يا قديمك تنجم انتي تخطط اليومك من خلالها هي خاطر مش كل واحدة فينا عندها ركن خاص بها في الدار وإلا عندها درج ولا كوان وإلا اي حاجة ولا بيت ولا بيرو جوز تمتحها هي تحط فيه الكل وحاجاتها الخاصة هي الكل فكرة السلة يعني تخليك تخلق لروحك مكان مخصص ليك تحط فيه انتي كل المستلزمات متاعك متاع روتينك الصباحي متاع الحاجات اللي انتي اشتعملهم الكل انا سميتها سلة المنقذة هي عبارة على مسيحتي الخاصة فيها ادوات الكل وكل ما هي حاجة نستحق لها باش نبدأ انها معناها صباح يكون سعيد ومنجز سلتي المنقذة هي وإلا قفتي المنقذة هي فيها قفة وإلا صندوق انا عاملة صندوق باش نبدأ واضحين خاطر عنتي كان صندوق اك هاو عبارة 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 صندوق حتى فيه الحاجات اللي باش تسهل عليها ومنبقاش انا نلوج على كل حاجة وين محطوطة دعو نكلمها من كل في بلايسة واحدة بتكون ام قبلتني تكون بحذية يعني وقت اللي باش نقوم باش نلقاها بحذية نهزها الكلها بمعطاها ربي ونمشي نقع في اي بلاسة انا نحب عليها وهكاكا ما نبخلش باش ننجز المهم الداعي سواء باش نخطط سواء باش نعمل روتين صباحي ما معناها كاي حاجة باش نعملها ما نبخلش عليها مم حتى على دوية ولا اي حاجة هذك عليش سميتها السلة المنقضة على خطر هي تنقض يومي وتنقضني ميناء الشتات سامحوني بيها تنجم انت زاد تسميها المي تايم باسكيت معناها اللي هي سلة الوقت الخاص انتاعك تنقض ولي تحفزك باش انت تخصص روحك وقت انت تنجم تسميها سلة السعادة خاطر باش تبدأ بها نهارك سعيد يعني انت شنو تحب تسميها بان جي نوريكم انا تواء سلة متاعي تارا اي قولت لكم اني عامل صندوق ها والسنايدق متاعي اشنو فيه سماني واريكم تا 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 ها ها وصلنا يدقون تاعي شفتوها ايه شنو فيها السلم تاعي اللقفة يفتي شنو فيها بي كل واحدة راه تحط فيها الحاجات اللي اه تتماشى معها هي والحاجات اللي تستحقهم هي راهو مش لازم اللي حطته انا بيش تحطو انتي دي ما نقول راهو كل حاجة اذو ما حاجات دونك شخصية انا لقيت هيدا تا حاليا متوفر في الدار حتى لين الولي اه انبدل دونك كنا نلقى هكيا قفيفة زينة هكا تبدأ محليها واصغر شوية خاطر هذين حسو كبير اه الولي انبدلهم فيها اول حاجة فيها شنو فيها مصحف صغرون هكيا بيش ننجم نبدأ انها اه نبداوه بداية صحيحة دونك نبداوه بالجانب الروحي نقراوه الورد اليومي متاعنا انتي اذا كان عندك اكبر خاطر انا عندي صغير هذين وعندي الكبير بالكل دونك الكبير هذك انا مخليته اهوه هيدا دي ما عالبير وهو والتفاسير هذك على خاطر خاطر نعمل بيش في التدبر متاع القرآن دونك هذو ما ما يتبدلوش خديك بلاستهو ما عندي وقت محدد عارف اروحي ندخل انا هنا اكا هاو معروفين دونك قلت لكم عندي الكتاب القرآن فيها فيها الصبحة تنجم تكون عندك الصبحة الالكترونية والعايدة زيدا انتي وشنوه يساعدك دونك الصبحة الالكترونية ولا الصبحة العادية دونك اتحطها اا عندي انا هنا زيدا فيها دفتر القيادة هيدا اللي فيها الروتينات متاعنا معنا جداول التنظيف دجا هاتي تلكم معليه نوك بلايليست كاملة فيه هو اا جداول التنظيف فيه جداول الاكل الخاصة معناها بشتي بصيف فيه اا اا التنظيف الموسمي فيه فيه كل ما هي حاجة تتعلق بالدار امتاعي الكلها ها هو انا هنا الكلها معبية ها هو كفيه دونك عندي الدفتر القيادة عندي فيه زيدا انا هنا الدفتر امتاع التخطيط لكم تعرفوه دونك اا باش نحط نخطط اليوم امتاعي شنوه ولا عندي شنوه ما عنديش هذي دفتر الامتينين نزلنا اا نبدأو النهار ان الحمد وربي سبحانه وتعالى على كل ما هي حاجة ابعث هين ريتو نفس اللي قاعد يطلع ويهبط واحنا حيين نرزق ومعناها هذي كوحدة بركة النعمة يعني كنشوفو نعم الله في الكون وفي بدنا وفي صحتنا وفي الشي اللي داير بنا ريلا تحصى ولا توعد اذا يجبو الحمد الله حمدا كثيرا على جل النعم امتاع دونك انا هنا عملنا التخطيط هنا الامتينين قرينا القرآن اذكرنا الله سبحنا هنا زيدا عندي دفتر المهام اليومية واللي هو الوكلي تنار بلانر انا نعم في المهام اليومية متاعي دونك تودو ليست هذي انا انا هنا زيدا عندي الكتاب هذي رسائل من القرآن انصحكم به البنات روي هبل نقرأ واه الكل قاعد انا قاعد انا نقرأ فيه الكتاب هذي انا كل مرة هكا شوية شوية اه ما ننسيوش باذا كان عنا دفتر تخطيط وكلو انتينين دونك الاقليم دونك ستوش انا هذي شنو حتى فيه فيه حاجات اخرى را مش خين ستوش ستيلو اه ستيلواتك ها دونك حتى فيه اه هذي صاندي لاذر هذي كاكاو حتى فيه قلم هكيا حتى فيه زيدا اه روجالاذر هكا نزينو رويحنا شوية معناها في الدار كيما قلت لكم واحد اه مش نقعدو في الدار هكاكا كيف ما احنا دونك نزعينو صرتو اللي متزوجات دونك هكا وعندي معاها زي دا انا هنا كخيم متاعي دين صرتوه فشتاينة يشيحو بالجدام بالجدام على التباشير والكل دونك عندي واحدة هكاكا حطتها في الكرتابة وواحدة في السلة متاعي انا نوع من مندور يازم ينقى كريم متاعي دين على خاطر بالحقي دا يا ياسر يشيحو وينشفو في اه بالتباشير دونك عنا بارفا هكا نستعملها جوز في الدار اكاهاو عندي هنا زيدا في السوش عندي شو شو هكا مزينا محلاها كل مرة نبدل واحدة هذيك اه اللي بها شعري والكل وهنا ستيلواتي المفضلة هذي السوش اشنوه فيه هيا عادي ايشنو ما عاننا اخر في السلة متاعي عندنا هنا مال ورد لازمي نعمل تاشا نعمل ورد الوجهي وعندي ادواية هذي ادواية متاع ايدي دونك دي ما نستعمل فيه هذي دفوة بار جوه دونك نستعمل ادواية اذا كان عندك انتي زيدا فيتامينات باش تستعملها وتشرف فيهم وتخاف انك انتي تنسيهم تحطهم دونك اهنا في السليلة هذية وعلى في القفيفة وتكون كل يوم هيك هي اصباح مقابلتك اول حاجة تبدأ بها تبدأ بها هي دونك خاطر اه ومش اذا كان عندك ادواية زيدا مثلا باش تشربوا مش كان لي فيتامينك اهو ادواية حاجة اه اتنجم زيدا تحط فيها اذكار الصباح واذكار المساء تنجم تحط فيها اه دي ستيكورز معناها فش تزين بهم الدفتر متاعك والكل انا الستيكورز اللي عندي اغلب هم الكل هم في هذا دونك نستعملهم من هنا دونك اه تحط فيها الحاجات اللي انتي حاشتك بهم الكل دونك ولي حقيقة مش بالضرورة يكون عندك مكتب يكون عندك بيرو يكون اللي عندك بيت خاصة بك انتي فيها حاجاتك الكل دونك هذا يزيدا فكرة حتى للاخوات اللي ما عندهاش لوسع وتحب على اه ركن خاص بها وتحب معناه تبدأ عندها اه تتخطط وماش ليقيا البلاسة اوين وايلا اوين باش تلم الحاجات امتاعها امتاع التخطيط ان شاء الله يكون فيديو اليوم معجبكم ولي رضاكم واستحسين كم وخرجتو بيه ولو حتى الفكرة بسيطة اتفيدكم كل عادة خليلوا الجيم وخليلوا الكومنتار متاعكم نحبكم في الله وربي ديمكم نعمة في حياتي الى اللقاء ما تنسيوش الجيم والكومنتار يا سوليد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة